نبقى مع الشباب دائما حيث نجح أحد الفلاحين في ولاية بسكرا في الشروع في تجربة فلاحية فريدة من نوعها بالاعتماد على إمكانياته الخاصة تجربة فريدة تتطلب دعم الدولة ومرافقة المختصين نتعرف على حكايته في هذا الروبرتاش عبداللطيف أحسن شاب من قرية بيت الرقمة بلدية زربت الوادي 80 كم غرب عاصمة الولاية بسكرا كان حلمه قبل أكثر من 20 سنة أن يملك مزرعة لتربية المواشي وكذلك تحويل المكان لمساحات خضراء تنتج مختلف الخضروات والحبوب فحملت العائلة معه حلمه وانطلقت الحكاية ببقرتين وبيوت بلاستيكية لا يتعدى عددها ثلاثة وبإرادة فولذية وعزيمة قوية بدأ الحلم يتحقق والبقرتين تحولت لحظيرة أبقار تنتج يوميا نحو ألف لتر من الحليب توزع على المصارع إنتاج الحليب عبداللطيف يقسم هذه الأبقار لأقسام منها ما هو مخصص للحليب ومنها كذلك للتربية حيث أصبح من خلال خبرته في تربية الأبقار يعرف السلالات ويحاول إنتاج أحسنها ويعمل على جعلها تتلاءم مع مناخ المنطقة وكذلك لديه جزء يخصص لعجول التسمين وهذه تحول للبيع عبداللطيف ورغم ما يعانيه من مشاكل في الأعلاف والمرافقة من قبل الهيئات المختصة يعيد بتوسيع نشاطه في ميادين وختلفا هذه نعطيك نظرة أخيفة على البداية تاعي البداية تاعي كانت بزوج بقارة حلوب وحواليها ثلاثة واربع بيوت بلاستيكية صغيرة والحمد لله يا رب العالمين كل عام نزيدو شوية نزيدو شوية نزيدو شوية رغم الصعوبات نزيدو بشوية رانا لحقنا اليوم إلى تسعين بيت بلاستيكية صغيرة وربعة بيوت ميلتي شابال ورانا نزرع ثانية للحبوب الصلبة بوليا لأبقار ذلك رانا لحقنا الميو وثلاثين بقارة حلوب نتمنى مرافقة حقيقيا من عند الدولة وكذلك البيوت البلاستيكية أصبحت بالعشرات ومنها البيوت العملاقة ذات مساحة هكتار وهي تنتج مختلف الخضروات من البادنجان البلفل الطماطم وخضروات أخرى كما أن عبداللطيف لم يهمل زراعة الموسمية من بصر وغيره حيث بالكاد تجد مكانا شاغلا في مزرعته وإن وجدته فهو مبرمج لغراسة نوع جديد من المزرعات وباتت المزرعة تنتج المئة من القراطير من القمح بأنواعه وكذلك الخضروات كان ذلك بعد أن توسعت المزرعة وأصبحت تشارف على نحو مائتي هكتار وفي هذا الشأن يطلب عبداللطيف تسوية وضعية أراضيه وكذلك ترخيص التنقيب عن المياه وفقا لطموحه بتحويل المزرعة كنموذجية من حيث الانتاج والتعليم وكذلك طموحه بالتصدير الأبقار حوالي 130 بقرة تنتج حوالي 1000 إطرة هذه اللي ريتحلب ماهيش 130 بقرة اللي ريتحلب فيها اللي تحلب ريتنتج في 100 ألف إطرة يوميا بالنسبة للأمور والعارقين اللي ريتتعرض لها شعبة تربية الأبقار هذه راي متعددة ولكن نخذر الحساسة منها الحساسة منها واللي هي بالدرجة الأولى الأعلاف الأعلاف رأينا نشرو فيها بأثمان خيالية يعني ما تصورها نلعو قد ربعمية وخمسين ربعمية وثمانين حنا الحمد لله ريتمدلنا الدولة فيها ربعة كيلو هذه المدعمة رأينا ندو فيها على كل حال وندو فيها مع مطحن الباركة بالنسبة لمطحن الباركة ما لقينا حتى مشكل يعني الحمد لله ياربي العالمين نروحه نرفض النخلة تعنا هذه تعربعة كيلو ولكن ما تكفيش ربعة كيلو ما تكفيش رأي البقرة تيأكل عشرة كيلو يعني الزايدة ذاك لنا نشروها على برها العجلة اللي رحض ربها أنا يقول لك ما نعطيهاش العلف والبقرة اللي هي تحلب وجاية من الخارج يقول لك نعطيه لها ربعة كيلو كيفاء أنا حبينا نقضي على استيراد الأبقار وإحنا البقاء العجلة اللي رحض ربها وتوالم ما نختاعنا يقول لك ما نعطيهاش وعن البرامج المستقبلية زرنا مشروعه الجديد المتمثل في مصنع لإنتاج الحليب وبعض مستقاته وفق مواصفات تنافسية حيث بلغت نسبة إنتاجه أكثر من ستين من الماء يؤكد عبدالرطيف أن المشروع سيكون جاهزا خلال أشهر قليلة ما يلاحظ في هذه المستثمر الجدية في العمل والطموح الكبير وعدم مطالبة صاحبها بأي دعم من الدولة سوى ملافقة جادة وتسهيل في الإجراءات للوصول للأهداف المستطرعة رانا في المقر الجديد الثاني شاء الله لإنشاء ملبنت مراعي الزيبان هذه الشركة تسمية جديدة ورانا بدينا إن شاء الله في العمل التاحة ونتمنو من الدولات رفقنا في المناطق الصناعية على مستوى بلدية زريبة الواد وعلى مستوى وليت بسكرة لقينة الثانية عراقيل في توفير قطعة الاستثمار في المنطقة الصناعية تزريبة الواد استفدت حققت الحل في 2017 بقطعة في لازون ديستريال تزريبة الواد ولكن لا فيها لا تهيئة لا لا سينيسمو لا تري سيتي ما فيها حتى حاجة يقول لك هاي القطعة وروح أخدم أنا استفدتم بعد وليت كما لقيت والو الجئة الإمكانية التاعية الخاصة وراني شريت القطعة على الأرض هذه وهراني شيئت فيها الصرح هذا باش يعني بالإمكانيات الخاصة تاعي ولحد الساعة اليوم الغدوة البات الغدوة ما نيش باغي حاجة من عند الدولة أبارت توفر لي المناخ والقياة الأرضيات يعني تخليني نمشي القدام هذه رأي شريت الأرض هذه شريتها بأثمان باهظة وشيت فيها الملبنة إن شاء الله بداية رأينا نردين فيها ورأي إن شاء الله بإذن الله تكون فائلة خير على البلدية وعلى وليت بسكرة ككل وبالنتجة تحدي واضح لواقع صعب هي تجربة استمرت لعشرين سنة حقق فيها عبداللطيف ما عجز عنه الكثير ومطالبه لتتعدى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتراخيص التنقيب عن المياه ليواصل بشواره في تأسيس مزرعة وفق مقاييس تؤهله ليقدم إضافة للاقتصاد الوطني